السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتفسير الأحلام ترموز رؤية لحم البشر في المنام إلى المال المستفاد كالربح والفوائد ورؤية لحم الإنسان مقطع في الهلم تدل على ضياع المال وإنفاقه وتقطيع لحم البشر في المنام دليل على توزيع الأموال وإخراج الزكاة وحلم أكل لحم الإنسان يدل على الغيبة والنميمة والله أعلم فسر ابن سيرين لحم البشر في المنام بالمال المستفادي كالربح والفوائد كما يدل لحم الإنسان في الحلم على الزيادة والنقصان في أمور وأحوال الرأي رؤية لحم الإنسان مقطع في المنام تدل على هضر ماله وضيعه وما أن رأى لحم مقطع في الحلم فهذا يدل على خسارة ماله من مال وأملاك وما أن رأى لحم شخص يعرفه مقطع في المنام فإنه يحتاج مساعدة مالية تقطيع لحم البشر في المنام دليل على توزيع الأموال وإخراج الزكاة ومن رأى أنه يقطع اللحم في المنام فهذا يدل على حصول على المال بالتعب والشقاء أكل لحم البشر في المنام يدل على سلب أموال الناس وأكل حقوقها ومن رأى أنه يأكل في لحم في المنام فهذا يدل على أكل من عمله وذعبه أكل لحم البشر المشوي في المنام دليل على القسوة في التعامل مع الآخرين وقول كلام مسيء بحقهم رؤية أكل لحم الإنسان الميت في المنام حلم على نهب إرثه وثاركته حلم الهروب من أكل لحم البشر يذل على النجاة من الشرور والحيال رؤية لحم البشر في المنام العزباء يذل على أموال الغير رؤية لحم البشر في المنام المتزوجة يذل على ذهب العافية والصحة رؤية لحم البشر في المنام الحامل يذل على الضرار والأذى رؤية لحم البشر في المنام المطلقة يذل على وقوع الظلم عليها والله أعلم تمنى أن ينال التفسير عجابكم إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله